اللهم صلى على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إلا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون نعننا القص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن من أبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يوسف لأبيه قال يوسف لأبيه لا تقصص رعيك على عقوتك فيكيد لك كيداً إن الشيطان للإنسان وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحديث ويتم نعمة وعليك وعلى آل ياقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإشحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ نَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ نَعَنُ نَقُصْ عَلَيْكَ أَحَدَ عَشَرْ نَعَنُ نَقُصْ عَلَيْكَ أَحَسَنَ الْقَصَسِ بِمَا أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وإن كنت لا وإن كنت من قبله لمن الغافلين وَكَذَلِكَ يَشْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَدِيثِ وَيُتِمَّ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَاقُوبَ وَعَلَى آلِ يَاقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِنَّ عَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنَّ عَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمٌ وَصَدَقَ رَسُولَهُ النَّبِيُ الْكَرِيمٌ وَصَدَقَ مَوْلَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي بِنَ أَبِي طَالِبٌ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد أكبر